اهلا بحضراتكم من جديد برحب بضيفي ابن الاهلي ورئيس قطاع الناشئين بنادي بترجيت الكابتن ياسر رجب منورة كابتن ياسر كابتن السلام انا دايما بابا سعيد ان انا كن موجود معاك وفي قناة النادي الاهلي طبعا النادينا الكبير اللي احنا كلنا بنعتز وبنفتخر ان احنا كن دايما بننتمي لي ماشاء الله شاف في التارير اللي فات وانت موجود مع بعض لعب النادي الاهلي اللي هيكل لهم مستابل كبير وبعضهم اصبح ليه مستابل كبير محمد شكري احمد عبدالقادر محمد عبدالمنعم ونعد ونعد الحمد لله يعني يمكن فعلا البداية انا اشتغلت في النادي الاهلي من 2005 ومشيت من النادي الاهلي يعني تقريبا 14 سنة جوا النادي الاهلي اشتغلت في جميع المراحل يعني اشتغلت بداية من الاكاديمية البراعم الناشئين شباب يعني اتدركت في جميع المراحل في قطاع الناشئين وانا بعتبر نفسي قبل ما اتكلم عن اللاعبة بعتبر نفسي ان انا محظوظ ان ابدأت شغلي وتدريبي في النادي الاهلي فديتني كتير اصقالتني كتير جدا خدت من نجوم كبار ومسؤولين كانوا في النادي الاهلي كانوا رؤساء قطاع الناشئين في الفترة دي بداية من كابتن زيزو كان هو في الفترة دي اللي انا طلعت فيها كان هو كابتن زيزو كان هو رئيس قطاع بعد كده كابتن محمد عامر اللي هو يعني اثر في شخصيتي بشكل كبير جدا يمكن ان اتعاملتها مع ميقر من اربع وخمس سنين كان رئيس قطاع وكان بيساعدوا كابتن عبادة النحاس ثم الدكتور عمر أبو المجد ثم الكابتن عادل طايمة كابتن محمود صالح يعني النجوم كبار اسكلوني بشكل كبير جدا افادوني بشكل كبير جدا فانا بعتبر نفسها كابتن ان انا فعلا محظوظ ان انا بدأت تدريبي واشتغلت في النادي الاهلي يمكن دي من الحاجات اللي هي اثرت في شخصيتي وفي سلوب المهني حتى في التدريب ان انا بدأت في النادي الاهلي اشتركوا في القناة